أعرف شخص الخبر اللي حصل من يومين ده لا ما سمعت شخص حصل إيه كان فيه أبا حابس ابنه في البيت لدرجة أن الواد نتاحك أعابت نتجد الكلام ده أعيوه بجده وأنا هنذر ليه يعني أيوه أعابتنا حبيبي طول ما زي صراحة بقى بابا كنت بفكر في كده ما انت مش عايز تخرجني انتحر بس مش هتغرب برضو انا كنت عارف ان انت هتقول كده ومشوف مين يا سرسجي وهو بدخل دغل احسن من دي بعد كده وانت اتعالى يا عم اجي فين انت عارف لايال تحت احنا خارجين انت مش جاول لايال عليش بقى والصحابة بقى مش عايز يخرجني اه لو لما تيجوا بقى لقى لايحوا انت عابت يا ابني وانت انفكر ازا يابوك بقى يكون انت بيخ وينم مين يا ابني العلباء يا ابني عالباء يا ابني عالباء انصرف دلوقت انصرف ماشي 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 يابني الملبوسة يا ابني عالباء يا ابني عالباء لا حاج ده يا تاما كنت بقى تبعى ايه يا تاما يا جديو يا تاما يعشك اتنايا لو انتى لايه تأكل ماشي يا ابني عالباء لو انته يا تاما انت تهادcede معي هكذا ايه يا روح قلب احمد وحشتني موت 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 والله انت ما بيت قطع هولي انت اللي في القلب ومفيش غيرك طبعا افشتك يا صايع بابا ايوه هتفهمني غلط صون صوني ايوه هتفهمني ايوه هتفهمني ايوه هتفهمني فرم comesع بأخير موسيقى